أفاد الجيش اللبناني في بيان له بأن مدرية المخابرات تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت تحضر لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد وأشار الجيش إلى أن التحقيقات أظهرت أن أميرة تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته في الجريمة التي هزت منطقة الكورة شمالي لبنان وذلك قبل نحو أسبوعين وأدت مشاهدين إلى مقتل ثلاثة شبان دون أن يعرف الكثير من التفاصيل عنها كما أظهرت التحقيقات أن الموقفين تلقوا تدريبات عسكرية وحصلوا على أسلحة وذخائر حربية ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية الإرهابية